موسيقى شكرا على حضوركم اليوم بدي أتشكر أول شيء سيريا تيل وتشكر المؤسس العامي للسينما على الجهود اللي بذلوها بالأيام الماضية في افتتاح فيلم الأب وبرجع بقول نفس القلام اللي قلته السنة الماضية انه هذا التعاون بين المؤسسات والهيئات السورية في سبيل ولو انه كل جهة الى اختصاص بس في سبيل دعم اي نشاط سوري بارز هذا شيء كتير مليح وكتير مشجع يعني نحكي كتير عن فيلم الأب بس باختصار شديد رح بلش من النقطة اللي اثاره يعني كتير بيسألوني فيها العالم انه ليش أفلام عن الحرب ليش الحرب ما بكفينا حرب الجواب كتير بسيط ومحدد كل واحد فينا بيشتغل حسب قناعاته وحسب خياراته الفنية والأخلاقية والوطنية ما في شيء منزم لأي فنان من يشتغل أعمال عن الحرب اللي نحن عايشين بفكرة حرب فالدكتالي لازم كلاتنا نشتغل بهذا الإطار كل واحد بيختار وفقنا غاعده الموضوع الموضوع الأفلام السينمائي اللي عم تتجه المؤسسة عم تعالج الأزمة هذا أمر طبيعي نحن اليوم بالمؤسسة العمالي السينما ليست لدينا خطوط مطلوبة وليست لدينا خطوط حمراء الموء الخوض فيه اليوم لما بيكون في عنا مفرضة الأستاذ باسل في عمده مشروع سينماي بيجي تقدم فيه للمؤسسة المؤسسة ما بتكون مشارطة مداية شو هو نوع الفيلم اللي بدو يقدمه أو شو هي الوضمين اللي بدو يقدمه بالفيلم فبالتالي هي مشاريع المخرجين اللي عم تقدموا فيها مع الأستاذ باسل خطيب أنا عملت دور في جلقة بس كابت دور مصدفة كتير صح والجلقة مصدفة كتير صح ولما لقد قلت أنا عم بحضر الفيلم ما شفت من شخصية غير وجعة الوفاء هي أم منشوف معاناتها بهذا الفيلم بفقدانها لبنتينها هي موجودة بالمحتقل فقدانها لزوجها خوفها الدائم وهم الأم يعني اللي لكل الوقت عندها أحساس أنه هي فقدت كبشي تشرفي بالنسبة لي حبيتها وبعتنس فيها كتير موسيقى 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 موسيقى